الجيش الروسي يحاري البلدة جديدة في دونسك ويقصف بصواريخ اسكندر الباليستية بطاريات الدفاعات الجوية بعادة المادة في أوكرانيا وضرب عسكرية روسية استباقية على مصنع رجمات الصواريخ الأوكراني ميلارزا وهجوم روسي على مدن أوكرانيا وضرب المئات من المنشآت الاستراتيجية ومواقع انتشار الأسلحة والزخيرة والصين تفاجئ العالم بالكشف عن المقاتلة المتطورة جدا الشبح الخارقة الجديدة جي 31 بي اللي بتتمتع بمواصفات عسكرية خارقة والجيوش العربية في انتظار المقاتلة الشبحة الصينية الجديدة وأمريكا تعلن دامج صاروخ اس ام ستة لأول مرة على المقاتلات الأمريكية تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزارة الدفاع الروسية اعلنت تحرير روسيا لبلدة سكول في دونسك وتم صد خمس هجمات مضادة أوكرانية وتجبيد أوكرانيا خسار فادحة وصلت النهاردة لأكثر من 2000 جندي وعشرات الدبابات والمدرعات والمدفعية الأمريكية الصواريخ الروسية هجمت مطارات أوكرانيا لليوم الخامس على التوالي ودمرت روسيا مدارج الطائرات المسايرة بدون طيار في مطارين عسكريين أوكرانيين وتم إسقاط ثلاث صواريخ ستورم شادو بريطانيا وصاروخ هارم أمريكي وتلاث صواريخ مارس أمريكية وقنبلة هامر فرنسية صواريخ اسكندر الباليستية الروسية وجهة ضربة مضادة على مواقع الدفاع الجو الأوكراني ونجحت الصواريخ الروسية في تدمير نظام دفاع جوي سوفيتي من نوع S-300 بعيد المدى وتدمير رادارات الإضاءة وتوجيه الصواريخ وتم تدمير قازفين صاروخيين S-300 في ضربة اسكندر الجيش الروسي بيواصل اتدك مفاصل الجيش الأوكراني ومنع خطط إعادة بناء القدرات العسكرية في أوكرانيا روسيا رجال هجمت مصنع عسكري أمريكي في منطقة سومي كان بيقوم بإنتاج الصواريخ والزخيرة العنقودية للصواريخ الأمريكية من نوع مارس وتم تدمير المصنع الأمريكي بالكامل كمان هجمت روسيا أهداف عسكرية استراتيجية وأهداف صناعية في دينيبرو بيتروفاسك وخركيف وكيروفوغراد ودمرت روسيا مديرات الاستخبارات الأوكرانية ومواقع عسكرية في الخط الأمامي والمراكز اللوجستية ومطارات عسكرية ومرافق نقل لوجستي الجيش الأمريكي أعلن دمج صاروخ SM-6 لأول مرة على المقاتلات الأمريكية صاروخ SM-6 بيعد صاروخ بحري متعدد المهام بيتم نشره على السفن الأمريكية للعمل ضد الطائرات وضد الصواريخ ويمكن استخدامه لضرب السفن وضرب الأهداف الأرضية يعني صاروخ أمريكي متعدد المهام بيشتغل في الجو والبحر والأرض الجيش الأمريكي عنده مشكلة كبيرة أنه ما عندهش صاروخ قتال جو 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 بعادة المدى زي الصاروخ الروسية والصاروخ الصينية من أنواع R37M وصاروخ BL-15 وBL-21 اللي بيوصل مدها ما بين 300 كم إلى 400 كم يعني أقصى مدى لصاروخ أمريكي جو جو أمريكا بتملكه 120 أمرام لا يتجاوز مدى 160 إلى 180 كم بالكتير بالتالي يا رجالة كان في فجوة عسكرية ضخمة بين الصواريخ الأمريكية وبين الصواريخ الروسية والصواريخ الصينية وطبعا الفجوة ديت في صالح المقاتلات الروسية والمقاتلات الصينية يعني لو حصل اشتباك جاوي بين مقاتلات روسيا والصين من ناحية ومقاتلات أمريكا من الناحة التانية هيكون التفوق بالنسبة 90% للمقاتلات الروسية والصينية بسبب تفوق صواريخ القتال الجاوي الروسية والصينية بعادة المدى على الصواريخ الأمريكية قاصرة المدى امريكا حصلت بالمشكلة داية وحاولت تعمل صواريخ جاوي جاوي جديدة اسمها A-260-GATM اختصار Joint Advanced Tactical Missile وقالت امريكا ان الصاروخ الجديد A-260-GATM هيتجاوز مدائي 200 كيلو متر لكن الصاروخ الامريكي الجديد في مراحل التطوير والتحصين ولسه ما دخلش الخدمة لحد دلوقتي في القوات الجوية الامريكية وهنا امريكا حابت تحل المشكلة بحل سريع وفقرت امريكا انها تدمج الصاروخ البحر S-M6 على المقاتلات الامريكية بحيث الصاروخ يشتغل جاوي جاوي ودي فكرة اتعاملت اكثر مرة من جانب امريكا والكيان يعني سبق لامريكا انها جابت صواريخ امرام اللي هي صواريخ جاوي جاوي وعملت منها نسخة ارضية للدفاع الجاوي سطح جاوي كمان الكيان جاب صواريخ دفاع جاوي ارضي من نوع مقلع داود وعمل منها نسخة جاوية لمقاتلات الشبح F-35 ادير بالتالي فكرة تحويل صاروخ بحري او صاروخ ارضي عشان يشتغل على المقاتلات في الجو فكرة معروفة وتعاملت اكثر مرة صاروخ S-M6 الامريكي بيوصل مدى 540 كيلو متر في النسخة البحرية بالتالي تركيب صاروخ بعيد المدى على المقاتلات الامريكية ده يدي مدى كبير للصاروخ الامريكية المنشور على المقاتلات والطائرات لحد دلوقتي مش معروف المدى الخاص بصاروخ S-M6 النسخة الجوية لكن امريكا قالت انه مدى طويل جدا وبكده امريكا بتحاول تحلل مشكلة الخاصة بضعف مدايات صاروخ المقاتلات الامريكية مقارنة بصاروخ المقاتلات الروسية والصينية النسخة الجوية من صاروخ S-M6 الجديدة اتسامت رسميا بصاروخ A-M74 اللي اصبح دلوقتي جزء رئيسي من تسليح المقاتلات الامريكية F-35, F-22, F-15, F-16, F-18 الصين يا رجالة بتفاجئ العالم يوم 1 يوليو من 5 ايام تحديدا كشفت الصين للعالم عن طيرة جديدة تماما اسمها G-31B وإن النسخة المحسنة من مقاتلات الشبح G-31 كلنا عارفين ان الصين بتطور من فترة طويلة مقاتلة شبح تانية اسمها G-31 او G-35 بجانب المقاتلة الشبح الرئيسية G-20 زي كده ما عملت امريكا في تطوير مقاتلاتين شبح F-35 وF-22 وزي ما عملت روسيا في تطوير مقاتلاتين شبح سخوي 75 وسخوي 57 بالتالي الصين ماشي على نفس المصار بتعمل مقاتلاتين شبح او طيارتين شبح في نفس الوقت المهم ان مشروع G-31 الصيني كان فيه مشاكل كبيرة جدا وقامت القوات الجواء الصينية بتخليع المشروع الطيارة او المقاتلة وتم تحويل المشروع الى القوات البحرية الصينية عشان تطوروا وتحسنوا وتشغلوا على متنة حاملات الطائرات الصينية وبالفعل القوات البحرية الصينية اخذت مشروع G-31 الصيني وفورت المشروع بالكامل بنت المقاتلة من الصفر عدلت كل حاجة في الطيارة تصميم الطيارة المحركات الالكترونيات نظم التسليح الوصالات حتى دهان التخفي والشبحية اتعامل من جديد باختصار بقى عندنا دلوقتي مقاتلة جديدة خالص اسمها G-31B وده نسخة ثورية من مشروع G-35 اللي ظهر الاول مرة في الصين من خمس ايام بس الطيارة الجديدة الصينية G-31B العنى خبرات طيران في العالم انها تكون مقاتلة شبح ثورية مخيفة بالمعنى الكامل لانها بقت اكبر في الحجم وبقت مقاتلة صقيلة مش زي التصميم الاول اللي كان بيركز على تصميم مقاتلة شبح خفيفة لا G-31B بقت دلوقتي يا جماعة مقاتلة شبح تقيلة جدا تضاهي مقاتلات G-20 وF-22 وسخوخ 57 بالتالي الصين بنت مقاتلة شبح تانية او شبح جديدة بالمعنى الكامل ومع التصميم الجديد لمقاتلات شبح G-31B اصبح للطيارة الصينية الجديدة القدرة على حمل حمولة تسليحية ضخمة جدا بوزن 8 طن من الصوريخ الاسرعة من الصوت وصوريخ روز بعادة المدى وصوريخ جاو جاو بعادة المدى والكترونيات متطورة ونظام متكامل للحرب الالكترونية والجميل من الصين طورت دهان جديد لتعزيز شبحية المقاتلة الصينية يعني الدهان الجديد بيعتمد على تكنولوجيا جديدة تقدر تقاوم عوامل التأكل ورطوبة البحر بشكل يمكن الطيارة الصينية G-31B من الناشط دائم على حاملات الطائرات الصينية زات المقنع الكهرومغناطيسي الجديدة طيب 3 او فوجيان الاكبر في تاريخ الصين والجميل جدا ان المقاتلة الشبحة الصينية G-31 كانت معمولة في الاصل للتصدير بالتالي النسخة المعدلة منها G-31B هتكون اختيار ممتاز محتمل للقوات الجوال العربية زي مصر الجزائر العراق السعودية الامارات سوريا وغيرها من الدول العربية العايزة في القريب العاجل التسلح بمقاتلات شبح متميزة متطورة من الصين او روسيا بالتالي المخاطط العسكري العربي اصبح دلوقتي قدامه اختيار جديد لاقتناء مقاتلة شبح من الجيد الخامس بجانب مقاتلات سخوي 75 وسخوي 57 الروسي يتايني بكده الفيديو خلص ما تنسوش يا جماعة دعم القناة قناة اخبار عسكريها بطمش على يوتيوب لايك واشير وسبسكراب للقناة اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته براكاته اشتركوا في القناة